مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعية عبر الكتاب نؤمن أن الكتاب المقدس بيعلن لنا أن الله هو صانع التاريخ والله هو أيضا سيد التاريخ فهو الذي يتحكم في كل التاريخ وعشان كده الكتاب المقدس إذا حبينا نحط عنوان للكتاب المقدس سنقول أنه هو كتاب تاريخ خلاص الله الكتاب الذي يتحدث عن خلاص الله للإنسان في المسيح يسوع ولأن الله هو الخالق ولأن الله هو سيد التاريخ فهو أيضا الإله الذي يخلص والإله الذي يدين الكتاب المقدس يعلن عن خلاص الله زي ما يعلن أيضا عن دينون طلاق الأسبوع اللي فات بدأنا الحديث عن نبوات نبوة خاصة عن مصر وكلمنا عن وحي من جهة مصر المرة هذه هنكمل اللي احنا بدأناه الأسبوع الماضي في جزء تاني نكمل فيه حديثنا عن هذا الأصحاح المهم وهذا الأصحاح المهم مش بس بيكلمني عن دينونة لكن أيضا بيكلمني عن شفاء بيكلمني عن خلاص وكل أمة وكل شعب يتوب ويعود للرب وكل إنسان أيضا يرجع عن خطيات يجد خلاص وفداء لحياته شكده زي ما قلت المرة الفاتت إنه كتير الأيام دي تكلموا عن نبوة أشعياء من الإخوة المسلمين في برامج مختلفة ومن شخصيات مختلفة تناولوا هذا الأصحاح وكأن يعني الرجوع للكتاب المؤدس بيأكد لنا حاجة رجوعهم للكتاب المؤدس بيقول لنا إنه الكتاب المؤدس هو فعلا الكتاب الذي يتحدث عن التاريخ ماضي وحاضر ومستقبل ولأن الله هو سيد التاريخ فالله يعلم أيضا مصير هذه الشعوب ويعلم النهاية لكل هذه الشعوب وعشكده ربنا بيكلمنا في الكتاب المؤدس بنبوات ولأن الله هو الذي يقول هذه النبوات هو الكفيل أيضا بإنه يحققها كل النبوات التي قيلت عن مجيء رب يسوع الأول تحققت وتحققت حرفين وأيضا النبوات التي يقول عنها الكتاب عن مجيء رب الثاني سوف تتحقق بنفس الطريقة لأن الله هو كلي القدرة ويستطيع أن يدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة في فيديو هوري لحضراتكم ملخص بسيط لما دار في بعض البرامج عن إشعياء 19 طبعا أنا مش جاي بتفاصيل أنا بس عايز أوريكوا أن هذا الأصحاح صار موضع اهتمام لكثيرين هذه الأيام فخلينا نشوف الفيديو ده مع بعض وهرجع علي قدام حضراتكم وجود سفر إشعياء أو كتاب إشعياء أو نبوة إشعياء في مصر اللي هو وطن ضميها النيل وتجفو الأحواض وطنة القنوات وتفرعات تفرعات النيل وتجفو نبوة إشعياء بيبنيه جبال نقطة مهمة جدا النبوة اللي عن مصر هذه النبوة المخيفة اليهود بيؤمنوا أنها تحققت ولا ما تحققتش سفر أشعياء تسعتاشر لأن أنا هقرالك دلوقتي من السفر كلام في منتهى الخطورة في منتهى الرعب سفر أشعياء أصحاح تسعتاشر هتلاقي الكلام وهذه النبواتات وهذا الكلام اللي احنا قلناه الكلام خطير جدا الكلام يثير الرعب والفزع إشعياء أصحاح تسعتاشر واللي بيتكلم عن نبوة جفاف النيل عن مصر فبيقول وحي من جهة مصر هو ذرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر طيب الألوف في البرامج بتاعتهم دي بيأكد أنه المرجع الناس دي ما عندهاش مرجع غير كتاب مؤدس ترجع له عشان تعرف المستقبل الإسلام لا يتحدث عن مستقبل ولا يتناول نبوات ولا يتناول نبوات نهائي عشان كده الكتاب المؤدس هو كتاب النبوات هو كتاب مليء بنبوات مليء بنبوات عن مجيء رب يسوع الأول ومليء بنبوات عن مجيء رب يسوع الثاني ومليء بنبوات عن شعوب ومليء بنبوات عن شخصيات ومليء بنبوات مرتبطة بكل شيء سيصنعه الرب لكن الرجوع للكتاب مؤدس بيأكد حقيقة مهمة جدا أنه الناس دي ما عندهاش غير كلمة الله اللي هي بتؤمن أنها محرفة لكن لما بيحتاجوا بيرجعوا إلى نبوات أشعياء أو نبوات كتاب مؤدس عشان يعرفوا اللي بيقولوا كتاب ناخد جزء مهم موقع الأصحاح في سفر أشعياء لما بنقرأ عن سفر أشعياء وبنقرأ الأصحاح 19 بنجد أنه سفر أشعياء واقع ما بين جزء مهم جدا وهو ما بين أصحاح 13 وأصحاح 24 والجزء يدون في سفر أشعياء الرب بيتكلم فيه عن الشعوب وعن الأمم بيتكلم فيه عن الشعوب وعن الأمم وإعلانات الله والنبوات الموجودة في أغلبها في مجملها هي دينونة يعني ربنا بيكلم على بابل بيكلم على أشور بيكلم على مصر بيكلم عن كوش بيكلم عن شعوب عن إسرائيل عن يهوزة بيكلم الرب لهذه الشعوب وبيعلن دينونة لكن في إعلانه أيضا للدينونة هناك زي من قولي لحظات مضيئة في خلاص الله سواء لشعبه أو لمصر أو لأشور الرب بيعلن فيها عن خلاصه لكن يجي السؤال المهم لماذا يدين الله الشعوب يعني بعضي بيسأل هذا السؤال ليه ربنا هيديني الشعوب وإيه هي دينونة الشعوب اللي على أساسها الرب هيدين هذه الشعوب أنا قدامي أربعة أسباب هقولهم لحضراتكم باختصار أول سبب ربنا بيدين عليه الشعوب هو كيبرياءها لما نقرأ في أصحاح 13 من إشعياء أو 14 عن بابل مثلا أو مصر أو نقرأ عن حسقيال 29 برضو عن مصر نجد أنه خطية هذه الشعوب هي الكيبرياء هذه الشعوب في كيبرياءها استقلت عن الله في كيبرياءها جعلت نفسها أعظم من بقية الشعوب في كيبرياءها علت نفسها للدرجة أنها اعتقدت أن ملكها وشعبها مش بس ناس لكن دول آلهة كيبرياء الله بيقاوم المستكبرين سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الشعب الشعب المتكبر الرب بيبغد المتكبرين الرب بيكره المتكبرين الرب بيدين المتكبرين فالكيبرياء أساس من الأسس اللي على أساسها أو الخطايا اللي على أساسها ربنا بيدين الشعوب ولو أرينا عن تاريخ الشعوب كلها وعن الممالك اللي قامت وسقطت هذه الممالك اللي قامت وسقطت كان أساس سقطها هو واحدة من أساسيات سقطها هو الكبرياء صلي أن رب ينزع من قلوبنا الكبرياء ويعطينا أن نكون متدعين متعلمين يعطينا أن نتدع أمام الله وأن نخدع ذواتنا للرب أول خطية لهذه الشعوب كانت خطية الكبرياء الخطية الثانية هي عبادتها للأوثان هذه الشعوب اللي بربنا بيكلم عنها سواء بابل مصر أشور كوش كل هذه الشعوب ارتبطت ارتباط وثيق جدا بالأوثان يعني ربطت أنفسها بعبادة أوثان بعبادة باطلة صنعت آلهة باطلة صنعوا من الخشب وصنعوا من الحجارة أوثان ليتعبدوها وتركوا الرب الإله الحي الحقيقي عشان كده لما نقرأ في وصايا الله لشعبه من ضمن الوصايا العشرة اللي رب قالها لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ده أول وصية لا تصنع لك تمثالا منحوطا ممكن النهاردة ما يكونش عندنا تمثيل زي ما احنا متخيلين لكن ما أكثر الآلهة الغريبة اللي الإنسان بيتعبد لها سواء مال سواء جاه سواء مركز اجتماعي سواء قوة كل هذه صارت آلهة الإنسانية تعبد سواء شهوات جنسية سواء رغبات جسدية كلها صارت آلهة الإنسانية تعبد لها عش كده عبادة الأوثان كانت سبب أيضا من أسباب إعلان دينونة الله على الشعوب الإنسان اللي عايز يهرب من غضب الله لازم أن يترك الأوثان ويعرف الرب الحقيقي ويقبل يسوع المسيح مخلصا شخصي لحياته أي شخص آخر غير يسوع المسيح يعتبر وسن أي أمر آخر غير يسوع المسيح يعتبر وسن في حياتنا السبب الثالث عدم الثقة في الرب لأن الإنسان تكبر ولأن الإنسان اعتمد على ذاته ولأن الإنسان وجد مصادر أخرى ممكن يعتمد عليها فترك الرب وابتدأ يعتمد إما على ذاته أو على أشياء أخرى ما هي خطية يهوزة لما نقرأ في سفر أشعياء خطية يهوزة أو خطية إسرائيل ما هي هي أنهم تركوا الرب وراحوا يدوروا على شعوب أخرى كويس يعتمدوا عليها لما يكون في وقت الخطر يعني زي مثلا زي إسرائيل إسرائيل لما جي الخطر من أشور بدأ يفكر أنه طيب أنا الخطر اللي جي علي ده إزاي أحمي نفسي منه بدل ما يلتجأ للرب التجأ إلى مصر عمل معاهدة مع مصر كويس أنه مصر تحميني مصر لما أحتاجها يجي جيشها ويدافع عني وهنا الرب قال لشعبه أنه أنتوا اعتمدتم يعني على قصبة هتكسر مصر هتكسر مصر ليست هي السند الحقيقي ليكم أما المين السند الحقيقي هو شخص الرب وعشان كده هذه الشعوب كانت واحدة من خطياها أنها اعتمدت على ذوتها أو اعتمدت على شعوب أخرى آخر حاجة سبب آخر الرب هيدين من الشعوب لأجله هو إساءة معاملتهم لشعب الرب ولما بنتكلم بالذات في الأصحاح ده بنتكلم عن عدوين كانوا ألد الأعداء بالنسبة لشعب إسرائيل في القديم وفي الحديث بالنسبة لشعب إسرائيل ألد الأعداء كانت مصر بيرجعهم إلى العبودية بيرجعهم إلى زمن لما كانوا عبيد في مصر وإساءة معاملة مصر لشعب إسرائيل وأشور بقوتها وبجبرتها وتهددها لشعب إسرائيل وبابل أيضا اللي رب استخدمها في وقت من الأوقات عشان تعاقب إسرائيل إلا أنها أيضا في عقبها لإسرائيل أساءة معاملة إسرائيل أنا مش بقول أن الإساءة المعاملة تعني أن أنت ما تقولش للحق أنه حق وتقول على الغلط غلط لا أنا بكلم على ناس أساء وفعلا هدفهم الأساسي هو الإساءة لشعب إسرائيل لا أن يعيش شعب إسرائيل في سلام كل الشعوب تريد أن تعيش في سلام كلنا نريد أن نعيش في سلام وما يدور الآن ما بين حروب ما بين إسرائيل وفلسطين أنه كل واحد يريد أن يعيش في سلام والمفروض أن كل شعب يكون له الحق أن يعيش في سلام فإساءة شعب لشعب رب بيدين الشعب الذي أساء إن طالت أو إن قسرت لا توجد خطية رب لا يعاقبها ولا يعاقب عليها ومنها طبعا الظلم وإساءة شعب لشعب طب أجي إلى أشعياء تسعتاشر لو نيجي الأشعياء تسعتاشر إحنا بنقف قدام أصحاحه بنقول أوكي إيه المعنى بتاع أشعياء تسعتاشر أنا قريت الأصحاح كله المرة اللي فاتت لكن إيه المعنى لأصحاح تسعتاشر؟ هذا الأصحاح اللي بيكلم عن دينونة الله وعن شفاء الله ضاربا فشافيا في مدارس على مر التاريخ كانت اتخذت يعني اسلوب تفسيري لأصحاح تسعتاشر منها المدرسة الرمزية قالت إنه كل ما في الأصحاح هو رمز هو لا نستطيع أن ناخذ هذا الأصحاح بطريقة حرفية والنبوات اللي فيه دي لن تتحقق بالصورة الحرفية دي لكن دي أمور كلها رموز والرب يعني أعلنها وإحنا ناخدها بالطريقة الرمزية دي مدرسة الثانية قالت لا إنه اللي تقال في صفر أشعياء هو نبوات لكن هذه النبوات تم تحقق كلها فما فيش نبوة فيهم هتتحقق في المستقبل كله تم في الماضي كله تم في الماضي وأشعياء زي ما قال هذه النبوات هناك أيضا أحداث تاريخية كلها هذه الأحداث تمت وده مدرسة من المدارس اللي بتفسر لنا صفر أشعياء في مدرسة أخرى قالت لا إنه الأصحاح فيه نبوات آه لكن هذه النبوات زي ما بعضها ليه تحقيق قريب هناك تحقيق أكمل وأكبر في المستقبل فبنقدر نقول عليها مدرسة التحقيق المزدوج آه إنه مثلا ما يكلم عن عن مولى قاسي أو ولي قاسي كويس على مصر مولى قاسي إنه يكون عليهم مولى قاسي آه ممكن نقدر نقول شباكة ممكن نقدر نقول آخرين لكن هناك تحقيق كامل هيأتي في المستقبل وفيه مدرسة أخيرة بترى إنه الأصحاح فيه مجمله أصحاح مستقبلي الأصحاح فيه مجمله في هذا الأصحاح وهي تشير إلى نهاية الزمان تشير إلى المجيء الثاني للرب يسوع المسيح تشير إلى ملكه تشير إلى الملك الألفي فهي لها تحقيق مستقبلي أعتقد أنه من الأمان لنا ككتابيين أنا ما عنديش مشكلة في اللي يرى أنه هناك تحقيق تم جزئي وهناك تحقيق هيتم مستقبلي والمدرسة الأخيرة أيضا أعتقد أنه ممكن نتحرك ما بين المدرستين دول في نوع من الأمان لنا لأن المدرسة الرمزية أعتقد أنها بتضر بالنص الكتابي أكتر ليه أنا بقولي الكلام دا لأنه أنا اقتناعي الشخصي كويس أنه كل النبوات اللي قالها الرب يسوع واللي قالها الكتاب المؤدس في العهد القديم لها تحقيق حرفي رب كان يقصد تحقيق حرفي طب هديكم مسأل من هذه الأمثلة النبوات اللي تقيلت عن مجيء الرب يسوع الأول عندنا نبوات كثيرة جدا في العهد القديم يمكن أكتر من 300 نبوة قيلت عن الرب يسوع هل هذه النبوات التي قيلت عن الرب يسوع فيها نبوات تمت مجازية يعني لما يقول الكتاب سقب يدي ورجلي كويس أقدر قولي أنه دي تنفذت مجازي ولا تنفذت حرفي لما يقول الكتاب أنه هيقول أنا عتشان هل دي تنفذت مجازي ولا تنفذت حرفي لما يقول الكتاب على ثيابي ألقوا قرعة هل دي فعليا تنفذت حرفي ولا تنفذت مجازي كويس إنه هذه النبوات اللي تقيلت عن الرب يسوع إنه يولت في بيت الأحمى هل ده تم تحقيقه مجازي ولا تم تحقيقه حرفي إنه كل نبوات خدها بالشكل ده لما بندرس الجزء ده نعرف إنه إذا ده كل النبوات التي قيلت عن الرب يسوع فعليا في مجيوه الأول تمت حرفيا طب لي أنا برفض النبوات اللي بتتقال عن مجيء الثاني إنها تتم أيضا حرفيا ما إذا كان الرب قادر على تتميم النبوات الأولى حرفيا يبقى هو أيضا نفس الإله قادر على تتميم النبوات الأخرى اللي مرتبطة بالمجيء الثاني حرفيا طيب هتقول لي بس دي حاجات مستحيل دي حاجات فوق العقل أقول لك ومين اللي كان بيقول عن النبوات المرتبطة بمجيء المسيح الأول أنها طبيعية دي أيضا نبوات فوق العقل واحدة من الأسباب التي جعلت اليهود يرفضوا أو يتعثروا بالإيمان بالمسيح إنه هذه النبوات تحققت في المسيح حرفيا هم مش ممكن يروا يسوع إنه على ثيابي ألقوا قرعة مش ممكن يروا المسيح وهو يقول على صليب إلي إلي ما شبقتاني لأنه عملوا تصور للمسيح مختلف فلما جيء بالشكل ده وديع ومتواضع بشكل ده رفضوه مين كان يتخيل إنه حتى في وقت ما جيء الرب يسوع حتى في وقت حمل مريم العذراء حمل مريم العذراء كويس إنه الرب يسوع يولد فيه بيت لحم ده أساسا سكنين في الناصرة أساسا وجدت حبلة في الناصرة أساسا قضت معظم التسع شهور يعني بتوعها في الناصرة فمين متخيل إنه واحد ياخد وحدة حامل ويعرض حياتها وينزلها من الناصرة علشان تولد في بيت لحم لكن لإنه الرب هو اللي قال فالرب هو اللي حق فالأمر أتى من السلطة أكبر سلطة سياسية من القيصر إنه كل إنسان لابد أن يذهب ويكتتب فيعيني يوسف الغلبان ومريم الغلبانة خضوعا لأمر الإمبراطور كويس اضطروا إنهم ينزلوا من الناصرة ويجوا إلى مدينة بيت لحم وهناك ثلث ومين العمل ده كله الرب لأنه اللي قال هو اللي عمل اللي تنبأ وأعطى النبوة هو بيحق لما نعرف الكتال المؤدس عن مكانة مصر في التاريخ مصر زي ما قلت الزكرة اسمها في التاريخ أو في الكتال المؤدس أكتر من 700 مرة وتاريخ مصر متداخل كثيرا مع تاريخ بني اسرائيل مع تاريخ الفداء في العهد الأديم وفي العهد الجديد في العهد الأديم نرى مصر زكرة مئات المرات في العهد الجديد نرى حتى ارتباط تاريخ مصر بنزول يوسف ومريم العذراء ويسوع وهو طفل وحماية مصر لهذه الأسرة المقدسة لهم فترة وجودهم في مصر فالتاريخ متداخل متداخل جدا عشان كده الكتاب ذكر مصر ومصر ذكرت ثانية بعد اسرائيل في الكتاب المقدس أجي إلى النبوة نفسها النبوة نفسها وحي من جهة مصر مقسومة قسمين قسمي بيكلم عن دينونة من عدد واحد إلى خمستاشر وقسمي بيكلم عن شفاء وخلاص من عدد ستاشر إلى عدد خمسة وعشرين أجي إلى إعلان الدينونة إعلان دينونة الله على مصر لما بنقرى الجزء ده بنجد في رعب زي ما شفته في الفيديوهات أقول لك جزء نبوة مرعبة أشياء مرعبة هتحصل آه في رعب ومين ما بيخافش من دينونة الله ومين ما يرتعبش لما الله يدين مين هذا الرعب هذا إعلان الدينونة أعلن في الأعداد من واحد إلى خمستاشر وبنجد أنه أول حاجة أنه رب قادم رب جاي ومجيء رب هتكلم عنه بالتفصيل لكن رب آت إلى مصر لكن لما يأتي الرب هيكون فيه انهيار اجتماعي وهيكون فيه انهيار اقتصادي وهيكون أيضا فيه نهاء انهيار سياسي وفكري ده اللي هيحصل كويس ناخد الجزء الأولاني لما يقول الرب قادم هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر لما نقرأ عن مجيء الرب عبارة مجيء الرب وإفتقاد الرب أو قاد تيجي مجيء الرب افتقاد الرب كويس هذا الافتقاد دايما بيبقى له سببين يا إما أنه الرب جاي للدينونة يا إما أنه الرب جاي للخلاص كويس في كل الكتاب المعادث لما نقرأ عن أن الله هيفتقد معناه يا إما أنه جاي للدينونة كويس يا إما أنه جاي للخلاص وفي بعض المواقف الدينونة والخلاص جم مع بعض يعني مثلا في الخروج في سفر الخروج لما الرب أتى بالدينونة على مصر لكن أتى بالخلاص لشعب فرأينا أنه شعب إسرائيل بيخلص بمجيء الرب وافتقاده ورأينا أنه الله بيدين مصر والمصريين بافتقاده الاتنين تموا في نفس الوقت فزيما الله درب مصر الله خلص إسرائيل كويس وده هيحصل أيضا في المجيء الثاني هيكون هناك مجيء هذا المجيء هيكون جزء منه للخلاص وجزء آخر للدينونة يقول كده هو ذا الرب راكب على سحابه ولما نعرف الكتاب مؤدس نعرف أنه الرب هو سيد الطبيعة هو رب الخليئة كلها وعبارة آت على سحابه تعني أنه هو السيد هو فوق سحابه هو ملك السماوات والأرض هو الإله الذي ده تعبير يعني مجازي نعرف منه سرعة مجيء الرب سرعة مجيء الرب هو ذا الرب راكب على سحابه وقادم إلى مصر فهيحصل ترتجف أوثان مصر من وجهه ويزوب قلب مصر داخلها مجيء إلى جزء مهم جدا وهو راكب على سحابه وقادم إلى مصر طبعا راكب على سحابه بنقراها في في المزمور مزمور 18 بنقرا أيضا في المزمور 104 بنقرا عن في دانيال 7 وبنقرا في متة عن الرب يسوع ترون ابن الإنسان أتيا على سحاب المجد يعني حتى مجيء الرب التاني مرتبط بمجيء على السحاب وقادم إلى مصر سؤال بيجي امتى هل أتى ولا هيأتي ولا هيأتي في المستقبل قريب ولا هيأتي في المستقبل البعيد قادم إلى مصر هل هو قدوم في المستقبل أم أنه المستقبل البعيد طبعا البعض بيؤمن زي ما قلت أنه الرب أتى البعض بيؤمن لا أنه الرب أتى وسوف يأتي البعض بيؤمن أنه الرب سوف يأتي كويس في المستقبل لمصر بهذه السورة لكن أجي إلى الأوسان كلمة أوسان المستخدمة هنا أليلي تعني الأوسان هذه الكلمة تعني شخص ضعيف بلا قيمة كويس وبلا منفعة شخص مريض عليل ليس له أي قيمة يعني لو أنا حبيت أحط ده كله في كلمة واحدة أقول أنه باطل كويس شيء باطل الأوسان هي أمور باطلة هي أليها باطلة لا تستطيع أن تخلص ولا تستطيع أن تنقذ ولا تستطيع أن تسند وتسدد احتياج الإنسان كويس هي أليها باطلة هي أليها باطلة فالإنسان اختار أنه يعبد ما هو باطل الإنسان برفضه للرب عبد ما هو باطل عبد ما هو ضعيف وعش كده واحدة من الأمور اللي بنجدها في سفر الخروج أنه فعلا كل آلهة مصر التي عبدوها كان ليس لها أي قيمة أمام كل الضربات اللي رب ضرب بها مصر لم تخلص لم تنقذ لم تنقذ الإنسان لم تخلصه طيب لما يجي الرب في مجيء الثاني إن لم يكن يسوع المسيح في حياتي وحياتك فكل الألهة كل الأوثان سواء المعنوية النفسية المادية اللي صنعها الإنسان كلها سوف يكون لها لا يكون لها أي قيمة عش كده إشعياء قال عبارة جميلة جدا في سفر إشعياء وفي أصحاح اثنين وتزول الأوثان بتمامها في مجيء رب الأوثان ستزول ويدخلون في مغاير السخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته الإنسان من رعب من الله هيحاول أنه يختفي من وجه الرب عند قيامه ليرعب الأرض في ذلك اليوم في ذلك اليوم في يوم مجيء الرب خلوا بالكم في يوم افتقاد الرب يقول كده في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية أوثانه الزهبية التي عملوها للسجود للجعران والخفافيش ليدخل في نقر السخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب من أمام هيبة الرب عشو كده الكتاب قال لنا بوضوح أنه من له الابن من له يسوع المسيح له الحياة طب من ليس له يسوع سيمكس عليه غضب الله وعشو كده رب يعني في طول أناته وصبره علينا بيدينا فرص بس إياك إن الفرص دي تضيع لو أضعنا هذه الفرص كأفراد وكشعوب على فكرة كأسر كأفراد لو أضعنش فرص اللي رب بده لنا للتوبة والرجوع سيأتي اليوم الذي لا نستطيع فيه أن نقف أمام هيبة الرب سدوني ما أرهب ما أرهب الوقوع في يد الرب عشو كده كل يوم ربنا بيده لنا جديد هو فرصة جديدة فرصة إن كنت كمؤمن أنمو في معرفة الرب إن كنت غير مؤمن فرصة إن أعرف الرب وأقبل الرب مخلص شخصي لحياتي فرصة أنا معرفش إمتى هقف قدام وجه الرب هل الرب هيأتي نهاردة يأتي بكرة يأتي بعد سنة أنا مش عارف هل أنا حياتي هتنتين نهاردة بكرة بعد سنة محدش يعرف عشو كده دايماً الكتاب يقول لنا إنه اليوم يوم مقبول اليوم ما قالش عمره بكرة يوم مقبول لأنه مقر مش بتاعي ولا بتاعك لكن يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم أنا بصلي من كل قلبي لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا على هذا البرنامج أو على أي برامج لقناة الحياة إنه فعلاً يكون اليوم يوم خلاص يوم بنعرف فيه الرب يوم بنقترف فيه إلى شخص الرب يوم بنترك الأوثان كل ما هو باطل كل ما صنعته أيدينا كل ما اعتقدنا إنه خلصنا ونجتنا فيه كل ما اعتمدنا عليه دون الرب سواء صحة أو مال أو جاه أو عيلة أن نترك كل هذا وأن نضع ثقتنا في شخص الرب وحده الرب الذي أحبنا ويحبنا ويظهر محبته لينا في كل يوم عشان كده نفس الآية على فكرة نفس الصورة اللي قالها أشعياء ذكرت في سفر رؤية يقول كده في سفر رؤية عن يوم مجيء رب عن يوم مجيء رب وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء كل من هو معتقد إنه غني عظيم أمير قوي وكل عبد وكل حر يعني البشر جميعا بلا استثناء بلا استثناء دون النظر إلى مستوانا الاجتماعي دون النظر إلى مستوانا المادي دون النظر إلى مستوانا العلمي كلنا في هذا اليوم أخفوا يقول كده اللي هم غير المؤمنين يعني أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والسخور اسقط علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف من يستطيع الوقوف قدام اللحظة اللي فيها يعلن الله دينونتو من عش كده نفس الصورة الخروف المسبوح الحمل الذي زبح لأجلنا وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبر يشوفينا نفس هذا الشخص هو نفسه اللي في يوم الدينونة لن يستطيع أحد أن يقف أمامه لأنه هيكون يوم رهيب طيب نيجي إلى جز مهم أنه في اليوم داوان لما يأتي الرب هيأتي اللي كيودين أرد مصر يقول كده أنه هيوهيق مصريين على مصريين هيوهيق مصريين على مصريين كويس وهيقيم عليهم مولى قاسي طبعا يهيق مصريين على مصريين بيعني حرب أهلية واللي يعرف فينا تاريخ مصر يعرف أنه في فترات في فترات في تاريخ مصر كانت فترات انحضار كانت فترات سراع كويس يعني بعد حكم الأسر الستة العظام من سنة 2000 قبل الميلاد إلى سنة 2220 قبل الميلاد حصلت بنسميها intermedium period أو فترة مبين الممالك وكان فيها سراع كويس لما نعرى أيضا في التاريخ نعرف أنه قبل فترة حكم الأسرة الـ 25 وهي أسرة أسيوبية كان هناك في سراع كان فيه سراع ما بين أربع ممالك قسمة مصر وكان فيه سراع ما بين 12 أمير من أمراء مصر هو لا يعني حرب مع شعوب غريبة هو يعني شيء داخلي جوة مصر هيحصل كويس وممكن البعض أيضا يرى أنه ما حدث فيه 1911 والذين ماتوا في مصر نتيجة الصراع السياسي اللي كان موجود في مصر ممكن يرى أنه فيه جزء لهذه النبوة البعض بيرى كده لكن هنا بيكلم على سكيل أكبر بيكلم على مستوى أوسع بيكلم على البلد كلها بيكلم على كل أخ وأخي بيكلم على إنسان وإنسان بيكلم على قرية وقرية بيكلم عن مملكة بمعنى مقاطعة ومقاطعة ومصر كان بتتكون أو بتتكون من 42 مقاطعة ده اللي بيكلم عنه كويس وبيكلم عن أنه مولى قاسي غالبا أن المولى قاسي هيكون من برة أكتر ما أنه يكون من جوا وعش كده الكتاب ما ذكرش لينا مين هو المولى القاسدة مين هو لم يسكن لنا الكتاب وكأنه وكأن الكتاب بيقول لنا إنه هناك تحقيقات على مدار التاريخ لهذه النبوة أنا أؤمن كده أؤمن إنه إنه من القرن السابع قبل الميلاد القرن السابع قبل الميلاد وإلى يومنا هذا كويس إلى يومنا هذا بالتاريخ ده كله تاريخ طويل ده كله مصر مش أنا أزي إلى العصر الوقت المعاصر يعني مصر كانت تحت مولى قاسي البعض قال إنه هذا المولى القاسي هو شباكة اللي هو يعتبر الغازي الأثيوبي المؤسس للأسرة الخامسة وعشرين اللي حكمت مصر في 706 البعض قال إنه بن ياخي الملك الأثيوبي أيضا اللي حكم مصر سنة 730 البعض قال إنه هو سينيوخوس الملك الأشوري البعض رأى إنه نبو خزنصر البعض رأى إنه الملك سيرجون ملك أشور كويس لكن الحقيقة الكتاب لم يذكر لنا من هو كويس وما ديناش تفاصيل عنه وكأنه هذا الشخص هيبقى متكرر في تاريخ مصر يعني لو خدنا تاريخ مصر من القرن السابع قبل الميلاد قرن السابع قبل الميلاد مصر وقعت تحت الحكم الأثيوبي كان وقتها الغزاة الأثيوبيين بعدها وقعت تحت حكم أشور بعدها وقعت تحت حكم نبو خزنصر غزاها نبو خزنصر بعدها وقعت تحت مادي وفارس داريوس وأرتحشتا الملك وسنة 332 وقعت تحت يد إسكندر الأكبر وصارت جزء من المملكة اليونانية سنة 30 ميلادية وقعت مصر تحت الحكم الروماني وظلت تحت الحكم الروماني أكثر من 300 سنة وفريقان الرابع وقعت تحت حكم البيزنطينيين وظلت مصر تحت حكم البيزنطينيين حتى دخول الإسلام في القرن السابع وبعد دخول الإسلام توالت الأسر الإسلامية الملكة والحكيمة لمصر حتى جاء الممليك سنة 1250 وحاكمه مصر ثم جاء الأتراك العثمانيين سنة 1550 وحاكمه مصر ثم جاء بعدهم نابليون وحكم فرنسا لمصر وجاء بعدها الإنجليز وحكم الإنجليز لمصر لحد سنة 1952 أو 53 لكن كل هذه الفترة كل هذه الفترة وقعت مصر تحت احتلال وتحت حكم قاسي من ملوك غرباء قساء لكن كمان في حاجات يحصل في مصر انهيار اقتصادي يقول الكتاب وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل على حرفة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون مصر هي هبة النيل كل تاريخها معتمد ومرتبط بالنيل للدرجة انه في تاريخ مصر صار النيل الى الحياة مصدر الحياة لمصر هناك اغنية او ترنيمة كان مكتوبة على المعابد عن نهر النيل يقول هذه الاغنية للإله الحياة فليحيى الاله الكامل على نهر النيل الذي في الامواه انه غزاء مصر نهر النيل غزاء مصر وتعامها ومؤنتها انه يسمح لكل امرئي ان يحيا نهر النيل يعطي الحياة لكل شخص الوفرة على طريقه والغزاء على اصابعه يعود يفرح البشر كل البشر دي كانت مكتوبة كاغنية يتغنى بها المصريين ويرنمها المصريين لنهر النيل لولا وجود نهر النيل لما وجدت مصر ولما وجدت الحضارة المصرية لكن هيأتي وقت في تاريخ مصر لا نقرأ عن مجاعات كثيرة لا نقرأ حتى ايام يوسف لما حصل سبع سنين المجاعة ربنا حذر مصر ومصر خدت احتياطها وكان عندها غلة تكفي مصر وتكفي البلاد المحيطة بمصر ومصر وقتها ازدادت غنى لانه وفرعون ازداد غنى لانه كل الناس كانت يعني بتحاول تشتري من مصر تاريخ مصر لا يشهد جفاف نهر النيل يشهد قلة المياه انه منسوب المياه يقل شوية كويس لكن لم يشهد جفاف انا قريت كتير وبحست كتير لم ارى انه نهر النيل جف ما عرفش يعني لم اقرأ في التاريخ هذا فهل هذه النبوة مستقبلية النهاردة الكلام عن نهر النيل ومياه نهر النيل كثرة جدا كثرة جدا وفعليا اللي يقرى فينا من اول ما تبنى السد العالي كويس ومصر من الناحية من ناحية المياه في انحدار في انحدار كويس في انحدار كبير حتى حتى السد العالي اللي قلنا انه عندنا مغزون مياه كبير ومغزون بحيرة ناصر من الاسماكة التي يعني تستطيع ان تشبع كل ماصر للأسف صارت بحيرة ناصر مليئة بمئات الالاف من التمسيح اللي بتاكل كل الثروة السماكية اللي موجودة في بحيرة ناصر وبحيرة ناصر بتقل وفيه كلام كتير عن سد النهضة وعن المياه بنقرى كتير جدا وفيه كلام عن استخدام القوة لدمار سد النهضة حتى لا تجوع مصر فيه كلام كتير كبير لكن تاريخيا فعليا فعليا نهر النير لم يصل الى مرحلة الجفاف بتاريخه ف ده شيء مرعب بالنسبة لنا لكن يقول الكتاب عشان يصور لنا مدى هذه المأساة استخدم سبع عبارات مهمين جدا في وصف الناس نتيجة انه نهر النيل يجي فيقول السيدون يأنون السمك ووفرة السمك وبالأخص كان زمان مشهورة جدا بالسردين وصناعة السردين وتجارة السردين السيدون يأنون كل الذين يبسطون شصا في النيل ينوحون اللي بيرمي سنارته في النيل وشص في النيل ينوح الذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون يعني لا شبكة نافعة تطلع سمك ولا سنارة نافعة تطلع سمك كويس الذين يعملون الكتان إنه الكتان كان محتمد على المياه حتى السناعة دي الذين يصنعون الكتان يحزنون والذين يحبكون الأنسجة البيضة يحزنون تكون عمودها مسحوقة يعني الأسس بتاعتها اللي بني عليها الاقتصاد مسحوقة وكل العاملين بالأجرة مكتائب النفس حتى اللي بيشتغلوا عند الناس صار عندهم مكتائب فيش أصعب من الانهيار الاقتصادي لأي بلد وما فيش أصعب من الاحتياج المادي للأفراد وللأسر فهل دوان جايح نصلي إنه الرب يكون بيحرك بيحرك مصر نحو طريق توبة عارفين اللي يقدر اللي يرفع هذه الأمور هو التوبة الحقيقة هتقول لي بس إحنا مش بلد عبادة أوسان أو لك إنه فيه جماعة من المؤمنين في مصر وفيه أكبر تجمع مسيحي في العالم العربي موجود في مصر ويمكن رب مبارك وحافظ مصر لحتى هذه اللحظة بسبب هؤلاء كل البلاد اللي حوالينا وقعت من السودان لليبيا للعراء لسوريا كلها وقعت 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 ومصر كانت يعني على شفح حفرة من الوقوع صلاة هؤلاء وتقويتهم وعلاقتهم بالرب هو اللي بيمنع الشر لكن هالمصر في مجملها بتعبد أوسان في مجملها هو اللي احنا عندنا أكبر وثن إله الإسلام ليس هو الإله الحقيقي والغلبية العزمة يتعبدون للإله الغير الحقيقي الإله الذي يقدم الإسلام ويعلن الإسلام ليس هو يهو ليس هو إله مختلف إله لا يخلص ولا ينقذ ولا يعطي حياة أبدية إله مزيف يقدم للإنسان ما يجعله ضميريا مرتاح ضميريا مرتاح عايز تدين خد تدين عايز أن أنت تعبد ربنا آه هدي لك تعبد ربنا بس هديك إله مزيف عشان كده مصر بنصلي أن الرب يرجع منها ومن العالم العربي ومن العالم الإسلامي وهو بيصنع الآن أن يأتي بكثيرين بالملايين إلى الإيمان بالمسيح يسوع لا يوجد خلاص بعيدا عن يسوع ولا يوجد نجات بعيدا عن المسيح عارفين إبليس شاطر جدا شاطر أشطر مننا بكثير طبعا معنا إحنا أوقات كبشر بنعلمه بعض الحاجات يمكن ما عارف أش لكن إبليس عارف إنه احتياج الإنسان إنه يعرف يعني يعرف الله فيروح عامل يقدم له إله مزيف إنت عايز تعرف ربنا أقدم لك إله مزيف وعش كده إبليس قدم إله مزيف إله مزيف من بره من بره ممكن نشوف بعض التشابه بينه بين الله الحقيق لكن من جوه هو إله مزيف إله غير محب إله لم يخلص الإنسان وينقزه إله منفصل عن الإنسان ولا يهتم به ويعتني به إله مزيف يعتمد على الأعمال عايز تروح الجنة اعمل والجنة بتاعته كلها مزيف الجنة كلها مليانة يعني ملازات جسدية كل حاجة فيها مزيف ويوم اتكلم عن المسيح اتكلم عن المسيح أيضا وقدم يسوع المزيف وليس يسوع التاريخي يسوع الذي لم يصلب ولم يخلص الإنسان ولم يقم من بين الأموات قدم يسوع مزيف عش كده تكلم الكتاب عن انهيار اقتصادي لكن كمان تكلم عن انهيار سياسي وفكري شوفوا لما يقول ان رؤساء سوع اغبياء سوع دي كانت الكابتل او العاصمة بتاعة الاسرة الواحد وعشرين واسرة تلاتة وعشرين في منطقة الدلتا كويس وكانت تشتهر هي اول مدينة هي اول مدينة اللي هي بنسميها تانيس يعني هي اول مدينة يقابلها الشخص اللي نازل من كنعان وداخل مصر اول مدينة مصرية يقابلها الشخص المهاجر او النازل من كنعان الى مصر اللي هي سوعا كويس فسوعا كانت مشهورة بالغنى وكانت مشهورة بالحكمة وكمان يقول الكتاب ان رؤساء سوعا اغبياء يعني مدير البلد المسؤولين عن البلد اغبياء مصر اشتهرت بالحكمة واحدة من امرين كانت مصر بتفتخر بيهم في القديم امرين بحسب علماء الاركيولوجي والدارسين تاريخ مصر الامر الاولاني هو الغنى الديني مصري كانت متدينة عليها كثيرة واليها بتاعة المصريين بس وكانوا معتقدين انها مصدر قوتهم مصدر حكمتهم فالغنى الديني اللي كان موجود من الاوثان اللي كانت موجودة كان سبب واحد من اسباب فخر المصريين القدماء حاجة تانية الحكمة اللي عند المصريين من حيث العلم والادب والحضارة والاهرامات والطحنيت والفلك فاشتهرت مصر بالحكتين دول الحكتين دول كانوا سبب في ضياع مصر ايضا رؤساء سوعا اغبياء حكماء مشير فرعون مشورتهم بهمية يعني ليس فيها انسانية ليس فيها فطنة بشرية من اللي ربنا ميز بالانسان وكيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء فاين هم حكماءك فليخبروك ليعرفوك ماذا قضى به رب الجنود عليك الحكيم حكمة في الكتان المؤدس هي ان يعيش الانسان فيما خافت الله فيما خافت الله الاله الحقيقي خاضعا له متواضعا بين يديه عابدا وساجدا وطائعا لوصايا رب اما حكمة المصريين فجعلت من كل شيء الهة بما فيهم فرعون قولوا لنا بقى الحكماء بتوعكم هيقول لكم ايه نهاردة العالم بيفتقد الى هؤلاء الذين يخبرون عن كلمة الله وعن ماذا قضى به الرب على الشعوب والامم يقولون ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر بعدين يقول ايه رؤساء سوعا اغبياء مرة تانية رؤساء نوف نوف اللي هي منفس وهي اسم برضو احدى المدن العظيمة والشهيرة وده الاسم نوف ده الاسم العبري منفس منفيتس اللي هو الاسم اليوناني اللي اعطى لها انخدعوا واضلوا مصر وجوه اصباطها الناس المسؤولين عنها الكبار اضلوها ماذا جر رب في وسطها روح غي رب ضرب مصر بروح غي بما انكم متمسكين بالاوسان بما انكم متمسكين بالالحة الوثنية اسلمهم الله الى ذهن مرفوض كده روح غي فاضلو مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس او ذنب نخلة او اسلة صورة مظلمة فعلا تكررت في بعض المواقف لكن انا اؤمن انه ليها تحقيق اكبر في المجيء التاني للرب يسوع طب ايه الحل نشكر ربنا لان الجزء التاني من الاصحاح مليان بالشفاء وبالخلاص الدينونة ليست هي الكلمة الاخيرة الدينونة قد تقود للخلاص الدينونة تقود الانسان للتوبة والرجوع امام رب عشان كده يقولي كتاب ضاربا فشافيا طب ما احنا ممكن نتجنب الضرب ده ممكن ازاي بالرجوع للرب بالرجوع للرب من الان بالتوبة باعترفنا بخطيانا بتركنا للأوثان بتركنا للإله الغير حقيقي بمعرفتنا ليسوع المسيح الإله الحقيقي الذي قال انا هو الطريق والحق والحياة وصلي من كل قلبي ان تكون لنا فرصة للرجوع للرب وإلى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة